دائرة المحاسبات إخلالات تنظيمية ومالية كشف عنها تقرير دائرة المحاسبات في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التقرير الصادر أخرا رفع اللبس وجاء مدعما لما أشار إليه سابقا المحام فتح العيون وقام على إثره برفع قضية بهيئة الجندوب على خلفية ما أسماه إهدارا للمال العام أنا ما أقول إهدار لكن أقول إهدار معناه فيه اليد مبسوطة شوية فأمني كان بالإمكان فعله أحسن مما كان عملية الجرد المادي أفضت إلى أن وزارة التربية عاينت تقصا في 32 حاسوبا محمولا و37 حاسوبا ثابتا و18 آلة تتبعه وقدرت قيمة هذا النقص ب93 ألف دينار جينا لهي هذه أعطيناها المال هذا الفلوس هذه وش أعطيناها آخر وأعطيناها معدات وزارة التربية أعطتها حواسيب وزارة أسماها الأخرى كل المرأة المتاع الإعلامية أعطاها حواسيب وكل يو اس بي وكل مفاتيح لغير ذلك أعطاوها برشة تجهيزات جينا اليوم بعد ما أعطاوها تجهيزات بشيخة مباهم ونجينا بعد ما عملوا عملية الجرد نلقاو نسبة كبيرة يا سنة المعدات هذه أطلفت أو لا وجودة لها أصلا ما نعرفوش ومشات التقرير أشار أيضا إلى تنظيم الهيئة لتظاهرات لا تندرج ضمن مهامها من ذلك إقامتها حفلا لتكريم شهداء الثورة بلغت تكليفته ستين ألف دينار وإنجاز تظاهرة لتقديم تقريرها بكلفة نهزة ستة وسبعين ألف دينار الهيئة لي قتل للمرسون سبع وعشرين وقت اللي أحدثناها شين مهمة بتح؟ ما بش نظمنا لانتخابات ولا؟ ما رعنا إلا نهار نارين وهي عامل تظاهرات اليوم تكرم في الشهداء غضبش تعمل حفلة للتقرير متاحة وكل مناسبة من المناسبة هذه تصرف فيها عشرات الملايين نفقات الأكل بلغت نهاية تمارس من السنة الماضية ما قيمته مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألف دينار وهو رقم ضخم وفق ما تضمنه التقرير أحد المحامين قاربت مصاريفه العشرين ألف دينار كأزرة عمل لشهرين تكفلت سفارة تونس بأبوظبي بسدادها ولم يتسنى لفريق الرقابة لدائرة المحاسبات التحقق من جدوى هذه المصاريف نجي نلقى أنا في التقرير أنه بعثين محامي شهرين في دبي عشرين مليون فاش مقابل إيش شنين المهمة اللي قاعد يعمل به شنين الخصومات اللي عنا إحنا غاديكا بعض نواب المجلس التأسيسي المترشحين عن دوائر المهجر لم تصلهم منح الترشح للانتخابات رغم محاولاتهم المتكررة للحصول عليها في فترة الترشح للأسف كنت تقدمت بالمطالب في تونس وفي إيطاليا إلى حد أنه فاتتنا الأجيل بالنسبة لأينا نتحدث على حالتي وما تعتش به المنحة نائب آخر عن دوائر المهجر أكد ما ذهب إليه زميله وبرأ ذمته من أموال الانتخابات المنحة هذه ما وصلتنيش كان منهم مفروض أنه الهيئة العلية مستقلة للانتخابات تبعث مع أنتها جزء اللي هو مبرمج على حسب القانون وطبعا ما أبعثوش أنا رسلت المكتب متاع الوطن العربي اللي هو في الإمارات وقلت لهم رأوا المنحة هذه ما جيتش بوهم مع أنتها ما ردوا ليش أنا صراحة ما تبعتش الموضوع هيئة جندوبي كان ردها على تقرير دائرة المحاسبات مقتضبا وأرجعت هذا الكم الهائل من تجاوزات والإخلالات إلى ثقة للمهمة التي أوكلت إليها وذيق الحيز الزمني الذي عملت فيها واعتبرت أن التقرير لا يخلو من التسييس المتعمد التطورات اللي صارت قبله والاستغلال اللي تم استغلاله اليوم سياسيا وعالميا والطريقة اللي تم تقديمه بها لأنه فم عديد المغلطات وعديد المعطيات اللي تم تقديمها بطريقة معينة اليوم أثبتنا اللي الهيئة بالعليا مستقلة للإنتخابات كان التصرف متاحها سليم سليم مية في مية انتخابات حرة وديمقراطية نجاح يحسب للهيئة العليا السابقة للإنتخابات غير أن ذلك لا يحجب الأرقام الضخمة من نصاري في غير المبررة لهيئة الجندوبي فهل ستتعض الهيئة القادمة بإخلالات سابقتها وهل سيفتتح القطب القضائي وأشغاله بأول شبهة فساد وأهدار للمال العام في تونس ما بعد الثورة محمد الأطرش قناة المتوسط تونس